تراجع تركي جديد في شمال غربي سوريا سبعة مواقع مراقبة عسكرياً سحبت منها القوات التركية إلى المناطق التي تسيطر عليها جامعات مسلحة موالية لأنقرة عملية سحب نقاط المراقبة التابعة للجيش التركي كانت قد بدأت مطلع أكتوبر الماضي وكان أبرزها انسحاب القوات التركية من ريف حما وأتلى ذلك سلسلة انسحابات من ريفي إدلب وحلب تطورات جاءت بعدما تمكن الجيش السوري على مدى عامين من توسيع نقاط سيطرته على حساب الفصائل المسلحة ثم نجح الجيش السوري في محاصرة العديد من نقاط المراقبة التركية ولم يصدر حد الساعة أي تعليق رسمي من جانب أنقرة حول آلية سحب القوات أو تقليص أعدادها فيما تبرر أنقرة المسألة بذريعة إعادة التموضع أو تغيير المواقع لكن المرصد السوري تحدث سابقا عن اتفاق تعيد بموجبه تركيا تم وضوعها ضمن مناطق تشرف على طريق دمشق حلب الدولي تطبيقا لاتفاق مع روسيا يقضي بانسحاب النقاط التركية من المناطق التي باتت تحت سيطرة الجيش السوري ترجمة نانسي قنقر